واحد كيف تهزم دولة نووية في خمس دقائق باكستان الدولة النووية الاسلامية الوحيدة او هي الدولة الوحيدة الاغلبيتها من المسلمين وتمتلك قنبلة نووية لكن باكستان اللي البعض بيشوفها خطر على بعض الدول هي في الواقع بقت خطر على نفسها بقت باكستان ضد باكستان نتيجة الارهاب الاسود الارهاب ده هزم القوة النووية الباكستانية بدل باكستان بتبقى نموذج في التنمية والتقدم والاستقرار انها الدولة الاسلامية النووية الوحيدة في العالم للأسف بقات عنوان على احداث ارهابية متلاحقة يوم الخميس اللي فات مولد لأحد الصوفية في اقليم السند ويوم الخميس الليلة الكبيرة في المولد فالناس راحوا علشان يحيوا هذه الليلة او هذا المولد لهذا الصوفي الكبير اللي هو في اقليم السند ضريحه ارهابي دخل وصل الى الضريح فجر المكان مات تسعين شخص تخيل حادث تسعين قتيل وتلتمية مصاب وجريح في حادث واحد يعني الناس رايحين يحتفلوا بليلة صوفية ايا كان موقفك العقيدي او الفكري او الفقه من الموضوع ده جدل ونقاش انما يروح هذا الارهابي اللي تنظيم داعش تبناه ويروح يفجر الضريح بالناس اللي في المولد في الليلة الكبيرة فيموت تسعين في ثواني تقريبا خمس ثواني كان الافجار بدأ وانتهى فتسعين قتيل في ثواني وتلتمية جريح الاسبوع ده الواحده في اكتر من عملية تفجير الاسابيع اللي فاتت الشهور اللي فاتت السنين اللي فاتت باكستان بقت بلد صعبة جدا كل شاب يلاقي فيها حادث ارهابي وفيها تمدد للطيارات الدينية المتطرفة من طالبان باكستان لطالبان افغانستان اللي بيعدوا من الحدود يعني حاليا باكستان اغلقت الحدود وقالت ان الارهابيون بقول جايين من افغانستان اللي الى جوار باكستان احنا على الخريطة اللي اتنين منطقة صعبة جدا كده بنلاقي هنا باكستان وهنا افغانستان عفوا هنا افغانستان وهنا مزبوط هنا افغانستان وهنا باكستان فهما بيجوا بقى منين كده في هذا الاتجاه فهما قفلوا الحدود النهاردة على دول عشان ما يجيش تنظيم القاعدة وحركة طالبان وتنظيم داعش وما الى ذلك الى هذا الاتجاه كل شوية بقى ياما احداث داخل باكستان نفسها ياما ناس جايين من افغانستان الى باكستان يبقى عندك دولة نووية قوية اللي هي باكستان كانت ممكن تكون حاجة عظيمة جدا في العالم انما التطرف الديني والارهاب خلى هذه الدولة النووية في حرب استنزاف مستمرة وذات الخارجية الباكستانية طلعت رقم مفزع عارف حضرتك كام واحد قتل في باكستان في السنوات الاخيرة من جراء الارهاب عارفين حضرتكو كام واحد ستين الف قتيل اكتر من كل ضحايا الحروب المصرية مع اسرائيل اكتر من كل شهداءنا في جميع الحروب تخيل لما يكون الرقم ستين الف قتيل في باكستان الناوية مش نتيجة حرب مع دولة اخرى انما نتيجة هؤلاء المتخلفين المتطرفين الذين ياخدون حرب استنزاف ضد الدولة الباكستانية صرفه كان مؤخرا وزاعة الخارجية الباكستانية بتقول 11 مليار دولار اذا دولارات ترمي على الارض سلاح وجيش وشرطة ومقاومة ومحاولة انهم يقبضوا على الناس 11 مليار دولار مش كان اولى بيها ملايين المسلمين اللي تحتخط الفقر مش اولى بيها ملايين المرضى اللي مش لقين علاج في مستشفيات المسلمين في كل الدولة الاسلامية مش اولى بيها تلاميذ في التعليم مش لقين مصاريه في الدراسة او تخط في المدارس لكن 11 مليار دولار في سنوات قليلة جدا في دولة واحدة اللي هي باكستان علشان مقاومة التخلف والتطرف وستين الف قتيل رقم خرافي اذا انت في كم عملية كل عملية سنيتين ثلاثة خمس ثواني سبعة ثواني عشر ثواني لو جمعت خمس دقايق يبقى ممكن الستين الف دول ماتوا في خمس دقايق تقريبا او اكتر من كده بحاجة بسيطة فانت هزمت دولة نووية بستين الف قتيل في خمس دقايق تقريبا من الاحداث والتفجيرات التطرف خطر على كل دولة اسلامية هنا يقولك النظام كذا في تركيا يقولك النظام كذا في باكستان لمهما تعمل نظام اذا ما كانش هؤلاء الجهلة هم اللي في السلطة يبقى اي نظام كافر او علماني او منحرف او خارج عن الاسلام وعموم المسلمين ما لم يكونوا من هذه الجماعة او هذا التنظيم فهم مشركين او خارجين او مهارتقين او خارج السياق الاسلامي فكل يوم بنلاقي صدمة في عاصمة اسلامية كل يوم بنلاقي نكبة في دولة اسلامية لغاية دولة اللي في باكستان ستين الف قتيل في عملية واحدة في ثواني في مولد تسعين قتيل في اقل من خمس ثواني في باكستان